اشتركوا في القناة اخرجوا الشباكة من الحجرات الصغيرة نعم هذا هو الرأي الصواب انظر انظر يا كبير الصيادين هذه كمية لم نصدها طوال حياتنا اخرج الشباكة في صمت اسرعوا قبل عودة باقي الصيادين يا للحظ السعيد اه لا استطيع ان اخرج الشباكة وحدي كل هذا كان سيضيع منا بسبب يوم السبت اسعارنا واحدة لا نقبل المجادلة تذكروا لا يوجد في القرية كلها اسماك الا لدينا من اين اتيت بالسمك لقد كنت انا ايضا في البحر ولم اصد شيئا هذا اعتراف منك بمهارتي وقلة درايتك بل هي الحيلة لقد كنت بالصيد في يوم السبت السمك طازج يشهد على ادعائك القيت الشباكة بالامس في يوم التحريم ورفعتها اليوم نعم فعلت ذلك ما شأنك انت اسمع يا ميمون لقد تحملنا طمعك وفسادك ولكننا لا نتحمل ان تغضب الله وتتحايل على شريعتنا ونسكت سوف يحل الغضب علينا جميعا اذا لم يعجبكم الحال فاخرجوا من القرية ودعوها لنا انها قريتنا مثل ما هي قريتكم لن نخرج منها اسمعوا يا رجال لنبني جدارا يعزل بين الفريقين اوافقك على هذا الاقتراح حتى لا يزعجنا كل حقود وفاشل وانا اوافق حتى لا تقع عيناي على فعل يغضب الله خزوا خزوا واشكروا الرب الذي وفر لنا هذا الطعام غدا تتحسن الاحوال ان شاء الله تعالى اما يوم السبت هذا فيجب علينا ان نتفرغ فيه للتعبد والدعاء كانت فكرة اشعال النار في يوم الجمعة فكرة رائعة نعم فنحن نستدفئ في يوم السبت دون ان نحمل الذنب في اشعال النار هل القيتم الشباكة في البحر؟ نعم بالتأكيد وغدا سيكون الصيد وفيرا ونملأ ايدينا بالنقود وبالذهب الى اين تذهب يا زوجي في هذا الجو العاصف؟ اريد ان ازور جيراننا خلف الجدار لماذا؟ من واجبنا ان ننصحهم ونعظهم لما تعزون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا معذرة الى الله ماذا تعني؟ اريد ان اعظ اهل قريتي ليعذرنا الله تعالى ويعلم اننا قد ادينا واجبنا وامرناهم بما فرض علينا اه 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 اه... اه اه قرد ايها الناس ايها الناس اني ارى قردا متوحشا من اين اتى وكيف دخل قريتنا اه اه قرد اه انه يضحك لماذا تضحك أيها القرد؟ صوتك أيها القرد يذكرني بصديق قديم اسمه شمخون إنه أنا شمخون شمخون أنا ولكنني لست قردا تعدب أيها القرد ماذا؟ بل أنت القرد انتظر انتظر بدأت أفهم لقد تحولنا جميعا جميعا إلى قروض يا له من ذكاء بين حسبتي لقرد نعرف هذا ولكن ماذا سنفعل؟ كيف سنظهر أمام الناس بهيئة قرود؟ لنستمر في الحياة على أي صورة لا أحد يريد شراء السمك أين ذهب جيراننا أهل القرية؟ ومن هؤلاء القرود؟ لم يتحول سمحون إلى قرد أدفع ذهبي كله وأعود إنسانا يوما واحدا هل نبلغه أننا أننا أهل قريته وأصحابه؟ ربما يساعدنا يا سيد سمحون يا كبير الصيادين إنه صوت آدمي كيف هذا؟ نحن جيرانك وأهل قريتك استيقظنا اليوم على هذه الحال لا حول ولا قوة إلا بالله هل تستطيع أن تساعدنا لنعود بشرا؟ كيف؟ إنه أمر الله ولا راد لقضائه فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين حمدا لله تعالى عادت الحيتان إلى البحر يا زوجتي اقتسم ما رزقنا الله به مع إخواننا الصيادين واقتطعي جانبا لنتصدق به على جيراننا المساكين خلف الجدار لا تذكرني بهم إنهم لا يكفون عن التشاجر والصراخ طوال النهار ولا يكفون عن البكاء والنحيب والتحصر طوال الليل هذا جزاء من يغضب الله لو علم المزنب بهول العقاب لما أقدم أبدا على زم آه يا ليتنا لم نستمع لكلام ميمون نحن جميعا جوعة وهو الوحيد الذي يحصل على الطعام طعام مهين الموت أفضل منه بكثير صار أصحاب السبت آية لمن يتحايل على شرع الله أو يظن أنه أعرف بشؤون حياته من خالقه ورازقه عندما يخالف العبد ربه يهبط من كرامة الإنسان إلى مرتبة الحيوان ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين موسيقى